توسع التمثيل بالأعمد المزدوجة والخطوط المزدوجة هنا سنستخدم الجداول الإلكترونية لنقارن بين مجموعتين من البيانات نشاط يبين الجدول المجاور مسافات توقف السيارة في الطرق الجافة والطرق المبتلة مثلها بالخطوط المزدوجة فننظر إلى الجدول أولاً لدينا هنا السرعة ثم لدينا مسافات التوقف بالمتر، طرق الجافة، طرق المبتلة نلاحظ أن مسافة التوقف في الطرق الجافة أقل من مسافة التوقف طرق المبتلة فنأخذ هذه البيانات ونمثلها في الجداول الإلكترونية وهنا ننتقل للجداول الإلكترونية ننقل بيانات الجدول كما هي والآن نريد أن نمثلها بالخطوط المزدوجة ما البيانات التي نريد تمثلها بالخطوط المزدوجة؟ يبتدأ من هنا إلى هنا هذه البيانات الآن لتمثيل هذه البيانات سنحدد البيانات من هنا إلى هنا ثم نذهب إلى إدراج أو insert ثم نذهب إلى التخطيط ونختار هذه الأيقونة ثم نختار هذا الشكل ونجد أنه قد تم عمل الرسمة البياني هذا الخط البرتقالي يمثل الطريق المبتل والأزرق يمثل الطريق الجاف يمكننا التأكد هذه تمثل السرعات المختلفة لكن أنظر محور السينات فقط يعطيني 1, 2, 3 إذن يجب أن أختار محور السينات أضغط بالزر اليمين ثم أختار select data أو اختار البيانات هذه هي بيانات المحور السيني horizontal access label أضغط تحرير ثم أختار بيانات المحور السيني ثم أضغط OK وظهرت بيانات المحور السيني استطيعوا تغيير عنوان هذا الشكل وعناوينه مثلا مسافات التوقف والآن نريد أن نضيف عنوين للمحور السيني والمحور الصادي كيف نفعل ذلك؟ نأتي من هنا add chart element ثم نذهب إلى access title ثم نضغط على هذه انظر نستطيع الآن الكتابة هنا وسنكتب السرعة الكيلومتر لكل ساعة ونستطيع أيضا إضافة أنوان المحور الصادي فنكتب هنا مسافات التوقف بالمتر وبهذا حصلنا على التمثيل البياني مثل البيانات في النشاط السابق بالأعمدة المزدوجة الآن سنمثل نفس البيانات لكن بطريقة مختلفة الآن سنستخدم نفس البيانات لأن نغير شيئا ولكن من هنا إذا نقرنا بالزر الأيمن نستطيع أن نختار هنا change chart type أو غير التخطيط فإذا ضغطنا عليها سنحصل على هذه الخيارات فلنختار الأعمدة سنختار هذا الشكل نضغط OK وتم تغيير التمثيل البياني إلى الأعمدة